يعني مين بيصدق انه احنا عاملينه من العدس بالبرد احنا بنجوع كتير وقاعديني بناكل عمال على بطال على الفاضي لا بناكل اشي صحي ومغذي وكتير بيشبع صباح الخير والنمس الخير على حسب ما بتشوف الفيديو كيف حالكم ان شاء الله يارب بتكونوا باحسن حال وصحة وعافية وستر وكل اشي كويس شفت لكم هاي الوصفة على الفيسبوك وحبيت اني اجربها معاكم تعرفوا اني انا بحب الوصفات الجديدة نعمل اشي جديد وغريب ومختلف بالعدس بس كتير صحي بدال التخبيص بالاكل طول النهار يلا اضغطي اللايك للوصفة الحلوة وتفضلي معي على الفيديو ورح احكي لكم رأي فيها باخر الفيديو يلا بسم الله الرحمن الرحيم بدي ابدأ بالتغميس اول اشي جبت حبتين كبار فلفلة حمرة ومعاهم طلت سنان كبار من التومي بدي اشوي الفلفلة بالفرن الفلفلة والتوم بدي اشويهم بالفرن حتى تصير اشرتها تقريبا سودة متل ما بنشوي البتنجان كتير سهل الموضوع وتحطوهم زي ما هم بالفرن او بالقلاية الهوائية لحوالي عشرين دقيقة على درجة حرارة عالية تصير القشرة سودة وكمان التومي تصير طرية وتنهرس معنا وهيني جبت العدس علشان اشتغل فيه الحمد لله العدس متوفر بكل البيوت الوصفة هاي عدا عن انها صحية مغذية كتير فيها نسبة بروتين فبتشبع منيحة كتير للناس اللي عندهم حساسية من منتجات القامح جبت كوباية ونص من العدس واكيد ما رح اعمل فيه شوربة جبت مطحنة الابهرات او مطحنة القهوة وبحط العدس جواها وبطحنه لانعم درجة انا بقدر عليها حتى يصير عندي طحين طحين معمول من العدس طبعا هاي الانواع من الطحين بظل فيها نسبة خشونة بسيطة يعني ما بتطلع معانا كتير نعمة مثل الطحين العادي فهيني قاعدة بطحن كل كمية العدس اللي عندي يعني انا قاعدة عم بعمل كراكرز او بسكوت مالح بس بطحين العدس من حد ما بلشت الدنيا تبرد واحنا هيك بنجوع كتير والامور عن جد خرجت عن السيطرة تماما جد والله فاحنا نركز ناكل اشياء صحية وبتشبعنا طيب العجينة كتير سهلة كوباية ونص من العدس اللي طحنها وعندي طلت كوباية من المي معلقتين كبار من زيت الزيتون ثلاثة ارباع معلقة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة بابريكا بس تكون هيك نكيتها قوية ونكيتها زاكي او معلقة كبيرة من اي نكهة انتو بتحبوها بهرات بطاطا بودرة بصل وبودرة توم انا هون خلطت شوية شطة مع شوية زعتر مع البابريكا وبس بدي اخلطهم مع بعض بالايد بتصير عندي عجينة ولا اسهل وهلا بخلط كل المكونات بعجينها بايدي ضروري انها تطلع معاي عجينة طرية شوي تذكروا لما حكينا عن انواع لطحين زي الشوفان وغيروا انها بتضلها تنتص السوائل علشان هيك ضروري تطلع معاكم العجينة طرية واذا حتاجت شوية سوائل او مية ضروري انكم تضيفو لها رح اشتغل فيها على طول وهيك بعد ما شوية الفلفلة وشوية التومي التومي بتصير عندكم هيك طرية بتنهرس بالايد وطبعا لازم تستنوا عليهم يبردوا يعني زي ما تشافين كتير سخنين بس انا ما بعفليش دايما بحس حدا لاحقني بعصايا هنا بصور عن جد والله حدا هيك لازم يخليني هيك اهدى شوي فبنشيل الاشتر اللي بره وبنشيل البذور كمان وزي ما قلتلكم بدي اشتغل بعجينتي دغري احسن اشي تفردوا فيه العجينة هاي هو الزيت لانه اصلا فيها نسبة خشونة من العدس فانا بدها نطابلي اللي بشتغل عليها بزيت زيتون وكمان بدها نايدي بشوية زيت زيتون قبل ما نكمل ضروري كتير كتير انكم تسمعوا هذا الفيديو للاخر اذا بدكم انوصف تضبط معاكم ويطلع احسن قوام ممكن واحسن طعم ممكن اسمعوا مني انا تجربتي ملاحظاتي على هاي الوصفة عشان تطلع معاكم مزبوطة مية بالمية عمجرد ما بتستفيدوا لما تحضروا جزء وجزء لا وكمان لا تنسوا اللايك يا جماعة لانه هو اللي برفع الفيديو لا تنسوا اللايك كتير مقصرين معاي باللايك طيب بنفرد العجينة ولا تفردوها رقيقة علشان تعرفوا تطلعوها بالسكينة وكمان علشان ما تيبس معاكم زيادة فبنفردها بصمك خينة شوية وقطعوها زي ما بتكم وثلاثات مربعات قطعوها هيك شرايح بالسكينة كله بيمشي الحال وحتى لو فردتوها بين ورقتين زبدة مثلا لازم تدهنوا زيت وحتى لو فردتوها بين كسين نايلون زي ما احيانا انا بعمل لازم تدهنوا زيت والعجينة لما يكون سمكها منيح بتطلع معاكم بسهولة بالسكينة اذا كانت رقيقة رح تتفتفت معاكم العجينة شوي صعب بالتعامل معاها بس خلوها خميلة واضهنوا كمية منيحة من الزيت وبحطهم بالصنية فيها ورق زبدة او بدون على 190 وبس 10 دقايق وهلأ بدنا نعمل التغميسة يجم بسكوت العدس طبعا الاكل اليوم كله ييته نباتي اذا بتعرفوا حده نباتي بعطوله هذا الفيديو رح يمبسط عليه بالنسبة لي انا ما بهتم لبه بتوع نباتي وحيواني انا ما بقدر استغني عن اللحوم طيب التغميسة كتير سهلة كبايتين كبار من حمص مسلوق ومستوي جاهز للأكل الفليفلي والطومي اللي شويناهم عصرة نص ليمونة رشة من الملح عدمة بدكم معلقة كبيرة من البابريكا معلقتين كبار من زيت الزيتون ربع كباية من لطحينة يعني احنا قاعدين عم نعمل حمص بس بنكهة البابريكا والفليفلي المشوية كتير زاكي وتغيير عن العادي ومعلقتين كبار من زيت الزيتون ما بعرف اذا حكيت ومنطحنهم كتير منيح مثل ما بنعمل الحمص بالخلاط او بالفود بريسسر حتى تصير عنا تغميسة نعمة جربوها ودعولي طلعت البسكوت من الفرن اديروا بالكم لانه بسرعة بيستوي بسرعة بيقرمش اذا زدنا عن 10 دقائق رح يعظم معاكم بالفرن والتغميسة صارت جازة حطيت التغميسة بصحن بالنسبة لي عشان اضبط الطعام حطيت رشة ملح وزيادة عصير ليمون الناس اللي ما بتحب لطحينة الغوها وخليكم على نكهة الفليفلي المشوية والبابريكا ورح ازين الصحن بشوية بابريكا او بزابتكم بودرة فلفل احمر حار مثلا للي بيحبوا الشطة بالنسبة لبسكوت العدس زي ما قلت لكم اخبزوه بالمعقول وخلوه هيك خميل شوي بس هو فيه شغلة نكهة العدس كتير طالعة قوية فيه انا بالنسبة ايلي اوكي اذا انتم مو بالنسبة لكم حطوا اي ابهارات انها شوي تطغى على طعم العدس وهيك خلصت اذا عجبكم الفيديو لا تبخلوا علي باللايك والشير واشوفكم بفيديوهات تانية جديدة ان شاء الله في امان الله اشتركوا في القناة